كثير عن تنمية الدولة لصناعة الأساس في مصر هنتكلم فيه و هنفتح هذا الملف المهم مع ضيفي اللي منورني في استوديو الحياة أحلى المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث بالاتحاد الصناعات المصرية أهلا بحضرتك منوورنا أهلا بيك يا بشمهندس هيمكن أنا متحمسة شوية في الإنترو عن الفقرة لأنه نفسي بجد ألاقي مفيش حاجة مستوردة وكل حاجة صناعة مصرية ويمكن كمان إحنا بنتميز في مصر بصناعة الأخشاب الرائعة اللي دايما تتورسها الأجيال يعني الحقيقة دور حضرتك ودور الاتحاد الصناعات المصرية وصناعة الأخشاب في تطوير هذه المهنة وعمل ترويج لها وطبعا أنا عارفة أنه في صعوبات فنبتدي مع حضرتك كده بالجزء الجميل وبعدين نتكلم في الصعوبات لا دا بالعكس أنا أول تعليق أحب أقوله أنه فعلا لفت نظري غير الكرو الجميل في البرنامج اسم البرنامج نفسه واحد يبتسم في الأول كحتة إيجابية طبعا فيه صعوبات وفيه معوقات موجودة ومتورثة من مش هنخش أو نخوض في دا كتير لكن الحتة الإيجابية أنه احنا بنغيرها بنغيرها بشكل إيجابي وتكفي المقدمة الجميلة لحاجة ذكرتها النهاردة أنه فعلا نبقى فخورين بحاجة صنعت في بلدنا أنه بنكفي متطلباتنا بحاجتنا إحنا اللي بنصمحها دي نقلة حضرية قوية جدا ونقلة صنعية قوية جدا لعمل فعلا منظومة صناعية متكاملة تقدر تشد الاقتصاد بتاعنا إحنا بنؤمن النهاردة أن اقتصادنا مش حينمو في اتجاه صح غير ما نقدر نحقق المعادلة الحاجة ذكرتها أن اللي إحنا بنستخدمه النهاردة نقدر نصنعه ويبقى عندنا كمان فائد مين اللي إحنا نصدره ويبقى موجودين على الخريطة العالمية وده يمكن الأساس اللي إحنا تحرقنا فيه لهدف إن إحنا أنشأنا أو اشتغلنا من أكتر من 14 سنة على إن إحنا ننشئ معرض اسمه فيرنيكس اندهوم لو كان فيرنيكس في الأول دلوقتي يبقى اسمه فيرنيكس اندهوم لما انضم لينا المكملات للصناع بتاعتنا زي الاكسسوارات والمواد البنى والصناعات الحرفية وده طبعا المؤتمر السحفي لمؤتمر فيرنيكس أو معرض فيرنيكس اللي اختقف في المؤتمر ده اللي إحنا بقينا نعرض خطة متكاملة وليست خطة معرض في حد ذاته لإن النهاردة ما يميز المعرض ده إن المعرض ده ملك الناس العرضين اللي فيه النهاردة إحنا بنشوف الصناعة أو الصناعة المصرية محتاجة إيه بكل مستوياتها عشان الناس تبعى عارفة إن هي مش مجرد مصنع كبير لأ من أول الورشة الصغيرة إزاي بتقدر تنه وتأدي أو تنتج الطلب المطلوب منها لحد حد بيشتري حاجة لبيته لحد أكبر مشروع وخصوصا يتماشى مع المشاريع القومية اللي موجودة في البلد وزي ما حاجز ذكرتي ومفيش نجع ولا قرية مفيش نجار صحيح ولوفعنا عولنا على هذا حنلاقي إن إحنا ملمسين في كل محافظة فيك يا مصر حاجز ذكرتي دمياته ده معقل صناعة الأساس طبعا وعلم من صناعات الأساس النهاردة فيه سهاج فيه أسيوت سكندرية قاهرة حتى في سينا النهاردة التنمية اللي احنا بنعملها تنمية شاملة طبعا في القاهرة والعاشر وكل المدن الصناعية إزاي تجمعي كل ده في اتجاه واحد نهاردة فيه مشاريع تكفي هذه الورش والمصنع وتزيد عنها لكن مش متنظمة ما فيه فجوة موجودة بين المصنع إن عايز يسوي المنتج بتاعه وبين المستخدم اللي عايز يشتري المنتج ده إحنا بنحاول نسد هذه الفجوة بمعرض زي ده إنه بحط الدام المشتري العادي حتى في بيته في أي محافظة من محافظات مصر لما بيجي المعرض ده بيشوف الحلول المنطقية والعملية والأكثر تنفسيا من حيث السعر وأهم من ده كلهم صناف بلده أه طبعا أهم حاجة يا